السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هشرح معاكم برنامج انشوت انشوت هنستخدمه في المونتاج وهنستخدمه في عمل الصورة المصغرة يعني بالزبط برنامجين في واحد وبالشكل ده تقالل المساحة المستهلكة عندك في الموبايل وما تحتاجش ان انت تركب برنامج تاني تعمل به الصور المصغرة ازاي الكلام ده هنشوف مع بعض في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين كده البرنامج لما بيجي بيكون الشكل الايكونة بتاعته كده تحميل البرنامج هسابه لكم في صندوق الوصف زي ما قلت لكم قبل كده ان صندوق الوصف ده مهم الحاجات كتير ويا ريت الناس تخلي بالها منه بنفتح البرنامج بيبان بالشكل ده اول حاجة عندك التصميم ايكون التصميم دي او علامة التصميم دي اللي هي هنعمل بيها الصورة المصغرة اول واحدة هنعمل بيها الصورة المصغرة ازاي بنضغط كده بيجيب لك الصور اللي عندك في التليفون انا هختار ثلاث صور مختلفين علشان احاول ان انا اوصل لكم الفكرة عليها هناخد مثلا دي ودي وناخد كمان صورة يبقى اربع صور وليكن الصورة دي اخترت الصور خلاص بعد كده بتروح بتقول له صح اللي هي فوق احنا كده اخترنا اربع صور بعد ما بنختار الصور بيبلي اول كلمة معرض الصور معرض الصور يعني الصور اللي عندك موجودة فين لو حابب ان انت تجيب صورتان بعد كده التصميم بعد كده الحدود بعد كده حجم الصورة انا المهم عندك هنا حجم الصورة ليه مهم حجم الصورة علشان احنا هنبتدي ناخد الابعاد بتاعتنا الصورة تكون مصغرة لليوتيوب فلازم تبقى بالشكل ده تسعة الى ستاشر بتضغط عليه لان احنا لو خدنا اول اختيارين زي ما انتوا شايفين دي علامة الانستجرام والعلامة التانية دي مسلا تسعتاشر لستة بس بالطول دي اللي بتصلح لبرنامج زي التيك توك خلاص اخترنا الابعاد بتاعتنا بعد كده بنضغط علامة صحي طبعا فيه هنا اللي انت اللي عاوز تتحكم فيها بشكل يدوي بتتحكم بالشكل ده مثلا كده كل صورة تصغرها او تكبرها او تختار دي او تختار دي او تختار العمل ككل اللي انت تحدد الصور هتتحرك معاك ازاي خلاص اخترنا وحددنا وبنقول صحي بنرجع بعد كده بقى المين بنرجع لي التصميم التصميم اللي هي دي بتضغط التصميم بتختار التصميم اللي انت محتاجه دول اربع صور مثلا ممكن تاخد لهم الشكل ده وممكن تاخد الشكل ده اللي نزبك ممكن تاخد الشكل ده او ده براحتك خلاص هنفترض ان احنا اخدنا الصورة دي الشكل ده بعد كده مثلا هناخد الحدود الحدود اللي هي الفواصل ما بين الصور زي ما انتم شايفين كده نغير الصور متلسكة او متبعدة بالشكل الشكل العمل نفسه تغير الصور المصغرة في الوسط الحدود نفسها حدود الصور المصغرة سوف تحكم في دوران الصورة او البروز بداعها ودوم يتحكم في كبرها وده يتحكم في القرب والبعد بين الصور اخترنا اخترت اربع صور بالشكل ده هيبانو كصورة مصغرة لو حبيت تحطي فلتر الالوان بتحطيه من هنا مثلا بنختار الصورة من هنا انت اخترت الصورة دي فبيبان عليها علامة كده وبيبالك هي كمان موجودة تحت بتضغط مثلا كده ركزوا في الصورة اللي هنا هي اللي بتتغير كده او كده الصورة فاتحة غمقة صورة كرتون ابيض وسود اللي انت اعاوزه طبعا الباقي ده بقى نوس خمدفوع خلاص اخترت كده وعملت المؤثرات بتاعتك ان ممكن تبقى الصورة معكوسة اي اشكال انت اعاوزها اللي الضبط مثلا عندك الالوان عندك الاضاءة بتبتدي تتحكم فيهم طبعا ده كله انتو هتبتدي تقلبو فيه وتعرفوه خلاص انا اخترت وحددت الشكل ده بعد كده عندي الخلفية الخلفية هنا لونها ابيض الخلفية دي لونها ابيض فانا هغيرها بدوس الخلفية كده وبختار مثلا اللون الاحمر او البرتقاني او الازرق اي لون يعجبك فطبعا انت بتختار اللون حسب اهتمامك خلاص كده ايه حطنا اللون الوان دي مش عجبك في ان انت ترفع الشاشة وتختار من تحت الالوان المتدرجة الوان اللي هي زي كده مثلا اللون بدرجاته خلاص اخترت بتضغط اوكي اه بعد كده خلاصنا الخلفية تعال بقى اخش على الملسقات الملسقات ان انت بقى بتحط عندك ملسقات زي دي مثلا انت تاخد واحد زي ده بقى وكده 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 وتكبره وتصغره وتحطه على جنب تحطه كده تتحكم فيه عايز تلف الشكل نفسه بتمسك علامة التكبير والتصغير دي وانت بتكبر وتلفس بقى عقش مال ويمين هيبتدي يتحكم معا ايضا حرك معي طيب اخترنا مثلا اه صورة تاني وليكون زي دي الصورة دي زي ما انتم شايفينها كده تقدر ان انت تخلي البصة الناحية التاني ازاي عن طريق الزرار ده شايفينه اللي هو قلب الصورة لما تضغط عليه كده شايفين الصورة بتتحرك معاك عاوز كده عاوز كده اللي ينسبك واللي انت ترتح لي اه خلاص دي خلصناها مثلا هتلاقي عندك فيه شير وهتلاقي فيه السبسكرايب وهتلاقي فيه لايك هتلاقي فيه حاجات كتير او في الابشن طبعا دول في اول واحدة لو حابب تجيب صورة من عندك وتعملها زي ملساك بتبتدي تضغط على علامة الستوديو مثلا ويتجيب مثلا اللمت العلاء للشوروحات كده وتبتدي مثلا انا عاوز احطها اي هنا اصغرها او اكبرها وخليها مسلا كده في جنب الصورة او هنا او هنا دي كلها بتضغط هنا في الصور موجوده عندك طب لو السورة مش موجودة هنا بتضغط زائد وبتروح لستوديو وبتجيب الصورة اللي انت عاوز تجيبها طب انت هي مش موجودة هنا بتروح هنا تحت كده الاحدث وتختار الملف اللي هي موجودة فيه خلاص دي كده خلصناها حطنا الملسك خلاص بعدين بتعمل علامة صح اللي هي اللي تحت دي بعد كده عندك حرف ت دايما في معظم برامج المونتاج بيرمز للكتابة فأنت بتضغط عليه كده وبتكتب اي كلمة انت عاوز تكتبها خلاص وقلنا اوكي الكلمة تحطت هنا هي لو انت عاوز تكبرها عاوز تصغرها نفس الابشن بالزبط طيب بالنسبة بالنسبة لنضغط هنا كده الكلمة اللي كنا جايبينها مثلا زي دي مسلا كلمة مسلا هنكتب هنا اي حرف كده اي حاجة الكلمة اللي هي دي مسلا عاوزين نعدل فيها لما منبص كده على الكلمة دي عند علامة القلم فوق بتضغط عليها بيبلك التعديل ليها بنعمل يبقى في التعديل بنبص للشكل اللي هو الالوان كس قزح ده بنضغط عليه لما بتضغط عليه يبلك فيه هنا اختيارات زي ما انتم شايفين هقرب لكم الصورة في هنا كده نص وحدود وظل وبطاقة في كل دول ده النص نفسه هنا الحدود اللي انت هتبقى حوالين الكلام في الظل اللي هو خلف الكلام اللي هو يبقى يمين وشمال وفي البطاقة اللي هي هتبقى فيها الكلام اللي احنا زي ما شايفينها لون هزهر لكم آآ برطقاني بنبدأ مثلا الكلام النص عندك مثلا بتختار الخط هنا مثلا اسود ابيض احمر بتختار اي لون انت بتحبه من دول بعد كده عندك الحدود اللي هي البرواز اللي حوالين الكلام الحرف نفسه يعني مثلا نشوف كده زي ما انتم شايفين الحروف حواليها الكلام بيتغير طيب اه بعد كده في عندك ايه عندك الزل الزل في نوعين النوع ده زي ما انتم شايفين الكلمة يمين وشمال بيتعمل لها خيال او بيتعمل لها زل الزرار التاني ده لما تمسكه وتحرك بكده بيبقى الخيال فوق وتحت طبعا حسب التصميم اللي انت بتعمله خلاص كده خلاص بتعمل صح هنا حرف الايه الكابيتل وسمول دو بتختار منه الحروف اللي شكل الكتابة طبعا بيبقى واضح اكتر لو كانت الكتابة بالانجليزي بعد كده عندك اه علامة دي الاخيرة اللي هو انت بتختار الكلام في الوسط اوي او في الشمال او اليمين وتكبر وتصغر تبعد عن الحروف زي ما احنا شايفين لو كاتب صدرين تلاتة بتظهر معك اه هنا لو عاوز الكلام على اليمين هنا لو عاوز الكلام على الشمال هنا لو عاوز الكلام في الوسط لو كاتب كلام كتير خلاص بنضغط اوكي مزبوط خلاص كده انت تقريبا بقى عندك صورة مصغرة تقدر مسلا ايه كده بالشكل ده وتروح رفاحها على اليوتيوب وتروح حاطتها كصورة مصغرة يبقى ده كده اول ميزة في البرنامج قدرنا ان احنا نستغله في ان انا اعمل صورة مصغرة ببرنامج واحد بدل ما اعمل بكزا برنامج اتمنى يا رب ان الشرح المهاردة يكون سهل وتكون فايدة ليكم واللي عجبوا الفيديو ما ينساش الاشتراك والاعجاب ولو في عندكم اي سؤال او استفسار عندكم تحت التعليقات وما تنسوش ان رابط البرنامج موجود في حاجة اسمها صندوق الوصف صندوق الوصف مهم جدا ان انتوا تحطوا فيه جميع المعلومات الخاصة بالفيديو بتاعكم واخر حاجة اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا